تحقيق التكامل المعرفي الفضائي لخلق قطاع فضائي بحريني مستدام وتمكين كافة فئات المجتمع من الاستفادة من مجال تعليم علوم الفضاء وتعزيز القدرات العلمية والمعرفية جاءت مبادرة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بتقديم سلسلة من الورش التعليمية المتخصصة في علوم الفضاء وتقنيته باللغتين العربية والانجليزية ولغة الإشارة مما يوفر فرصا لبناء القدرات لكل من فئة الصم والبكم والمكفوفين وتسعى الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز فرص التعليم والتطوير لفئة ذوي العزيمة وتمكينهم من الوصول إلى المعرفة والفهم العلمي الصحيح لمجال الفضاء وعلومه وتطبيقاته وفوائده للبشرية تعد المبادرة نقلة نوعية في مجال تعليم علوم الفضاء وتعزيز القدرات العلمية والمعرفية وستتيح فرصا لذوي العزيمة للاستفادة من التقنيات المتقدمة وتعلم مواضيع متنوعة باسلوب مبسط ومفهوم كما سيكون لها الأثر الإيجابي في خلق قضاء فضائي بحريني مستدام وتمكين كافة فئات المجتمع لتحقيق كل ما فيه خير ورفعة لمملكة البحرين هذا وتم تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المبادرة وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في مجال بناء القدرات ونشر المفاهيم العلمية المتعلقة بالفضاء وتشارك الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمقترحها حول ذات المبادرة في إحدى الفعاليات الأممية بعد أن نالت إعجابا وتفاعلا كبيرا من العديد من المنظمات ووكالات الفضاء من مختلف دول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر